إذن في أول تعقيباً لها على الهجوم الصاروخي الذي نفذه حزب الله قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو إن حزب الله أخطأ خطأاً كبيراً بربط نفسه بغزة مضيفاً أن الحزب يواجه فوضى وارتباكاً وضرراً كبيراً سيساعد إسرائيل وأشار إلى أن تل أبيب وجهت في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات لحزب الله لم يكن يتوقعها وأضاف نتنياهو أنه إذا لم يكن حزب الله قد فهم الرسالة فإنه يؤكد أن الحزب سيفهمها لاحقاً مشيراً إلى المزيد من المفاجآت في الطريق وفق قوله نتنياهو اعتبر أن إسرائيل وجهت سلسلة من الضربات لحزب الله مجدداً تأكيد عزمه إعادة السكان النازحين من شمال إسرائيل في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعيدكم أنه سيفهمها عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو على مدنها ونحن لن نتسامح مع ذلك أيضاً سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن من جهته توعد وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس بالعمل على دفع حزب الله للانسحاب من شمال نهر الليطاني في حال فشل العالم في فعل ذلك وقال كاتس أنه تصل بالعشرات من وزراء الخارجية لإيصال رسالة مفادها بأنهم سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية المواطنين على حد قوله من حزب الله وضاف كاتس أن إسرائيل لن تتوقف حتى تعيد الأمن لمواطنيها وحتى تعيد سكان الشمال إلى منازلها وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 1901 وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني ترجمة نانسي قنقر